بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسونا مصالح الدعاء بنية التفريج طيب نحن كنا بالفيديوهات الماضي وصلنا للمراحل حلوة عملنا من هون وكان عندي الريتشابلتي البنك كان واصل لهون فأحنا خلصنا هذا الجزء اليوم الدور تبعنا نعمل ونشوف قصة ونشوف الأفكار الجديدة طيب ممتاز جدا قبل ما نحكي بهذا الموضوع بس بدي أذكرك بشغلي انه أنا كنت عامل SVI هون مية وخمسين وبرضو هون عملت SVI مية وخمسين وغيرت ما حطيت من نفس منظومة اللي ما أعرف هذا الكلام لازم يشوف الفيديو الماضي عشان معتمد الفيديو هذا على اللي قبله تمام وعملنا فيه المهما هما شيرت شابلتي عندي واصلي يعني بدأ باني يقع مية وخمسين وتأربعة ميل بي سي واصل عنها من الريدندنسي جربناها كمان واصل طيب شو الفكرة عندي هون الفكرة عندي إنه اتنين راوترز دعم علي نكون فيجريشن طيب وين مشكلة ما تعمل شوفو التوصيل اللي أنا موصلها أنا موصل الكابل هون ومن كابل تاني موصل هون حلو ومن الراوتر هذا برضو كابل هون ومن الراوتر هذا منوصل الكابل هون طيب هل هذا الديزاين صح؟ هذا أصح شي ممكن توصله هلأ فيه عالم كيف بتوصل؟ ما بتوصل هاي التوصيل دي بالنص بس بتعلق بمشكلة بتوصل هيك وبتوصل كابل من راوتر لراوتر هذا منسميه back to back بالحقيقة الحقيقة منسميه back to back تمام؟ فهذا اللي بالنص هدول ما بيكونوا موجودين بس بيكون بشكل مربع طب أنا وين المشكلة هون راح يصير عندي؟ هاي المشكلة هتصير إذا صار عندي ريدندنسي هون وقع هذا أموره تمام هيطلع الترافك منهم بس لو وقع الكول سويتش اللي هون معناتها الراوتر هذا شغال فمعناتها الـ HSRP هذا الـ Active حيطل طيب بعدين راح توقع عندك الترافك فعشان هيك نحنا منستخدم أصلا عشان هيك نحنا أصلا منستخدم الـ Connectivity كيف على السويتش من هون وهون أوكي فعندي هذا وعلى الكور سويتش الثاني بحيث هذا الكور لو وقع أنا أريدي في عندي HSRP راح تطلع ترافك هيك طيب هذا حيكون Active فيه الوصلي هون عنده فحيمرق الترافك هيك ورح تطلع لبرة أوكي فعشان هيك كان هذا الكروس هذا الـ X هذا كان لازم نعمله طيب هذا أول شيء تاني شيء نحنا نعرف قواعد layer 3 device سواء كان layer 3 switch أو router شبكتين بنفس الـ device ممنوع طيب حلناها بالـ switch بالـ VLAN طيب بالراوتر كيف بنحله بالراوتر بنحنا بتقنية اسمه BVI BVI فيه مرجع بقول لك اختصارة حسب الأحرف Bridge Virtual Interface وفيه مرجع تاني بقول لك اختصارة Bridge Group Virtual Interface الـ 2 جائز طيب هذا شيء هاي التقنية شو بتعمل لي هاي بتدميج لي بين layer 2 و layer 3 شو يعني يعني الـ BVI هو هيكون عندي interface ماشي بيحمل خصائص الـ 2 يعني بيقدر يكون layer 2 زيه زي الـ SVI بس بيشتغل مع الراوترات والراوترات الجديدة زي الـ ISR الراوترستعون سيسكو حولوا هاي الشغلة اسمها BDI سموها Bridge Domain Interface أو Bridge Group Domain Interface ما علينا هلأ شو بعمل حدمج هدول الـ 2 بـ IP نفس الشبكة هلأ طيب جميل وحدمج كمان هدول الـ 2 بـ IP نفس الشبكة تعالف شو بدي أعمل هون أنا؟ أنا بدي أعمل HSRP بناتل هيكون virtual IP 200.2 أو لا هون 200.1 عفوا هلأ بغيرها الفيزيكال طبع هاد حدمج دول 2 interfaces الفيزيكال هيكون 200.2 والفيزيكال هون هيكون 200.3 أنا ضارب بالـ IPات خلينا نغيرها قدامكم هون عشان نظبطها فهون هيكون عندي 2.3 والـ virtual IP اللي هو هيكون gateway للكل هيكون .1 وهذا .2 الفيزيكال عادي طيب وحرجع أعمل SVI 200 على الكور هدول الـ 2 وحعمل HSRP بناتل هغير الـ group عن هدول عشان ما يكونوا بنفس المنظومة بنفس اللي عملنا هون أوكي وحعمل الـ HSRP بناتل وهيكون هاد الـ gateway virtual 200.4 طب ليه بدي أعمل هيك؟ هلا بقول لك ليش عشان أنا حرمي هون default gateway على الـ virtual اللي هو هادا تمام طب مش يكون عندي route back عشان يحكي مع الشبكات هدول قال لك مضبوط فالـ route back حيكون على الـ virtual IP 200.4 هيك حتكون منظومة ماشي معاي سليم أنا شو اللي عملته أنا اللي عملته من هون طبعا layer 2 هون كان في عندي default gateway رامع عند هون على الكور هادا وعندي route back للشبكات اللي عندي عملناها 1.2.268.0.0 255.5.0 اللي ما شافي يشوف في الفيديو الماضي طب هلا هون شو رح عامل رح عمل default route على هاد بس هون لما عمل route back هكون specific مين عندي الشبكات هدول أو هدول اللي عندي طبعا الـ villainات اللي عندي حسب شو عندي villainات فحرمي عليه هون باك فيك بتكون منظومة صارت صح تمام فهي القصة تبعت لهم بس نخلص هادا الكلام كل هاته حيكون انا عندي reachability و redundancy من جهاز الكمبيوتر هون ل الراوترات هون لهذا السكشن بعدين حنفصل حنعمل configuration على ال-ISP وبعدين حنشوف كيف نطلع الـ typology هاي على الانترنت تمام ونرجع نعمل تست شوي كمان شغلات لل redundancy ونشوف شو فينا نحسن ببروتوكولات عشانك لازم تسلزل معاي بالفيديو من مكان لمكان تمام انا حقفل الفيديو هون حخليك نظري والعمل يحبلش بالفيديو التاني اتمنى الدرس يكون عجبكم ونشوفكم ان شاء الله بدرس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته